يا رب ان شاء الله. طهنا نبدأ الاول بالحضر قبل ما نروح للماضي. يلا بينا. منتخبنا الوطن يقولين ببكرة متفائل بازن الله انه يقدر يعمل حاجة ونقدر نمشي مع ميكالي واللعيبة اللي موجودة دلوقتي لابعد نقطة وبازن الله نرجع بميداليا. خلينا نقول في البداية ان احنا اه مبارد بكرة ان شاء الله اه متفائل. ومتفائل كمان بالمشوار. ليه? لان احنا بنتكلم في مدرب هو ايدي غيصنع توليفة حلوة جدا من اللعيبة. المدرب ده احنا تعقدنا معاه في تمانية اغسطس الفين اتنين وعشرين. يعني احنا بعد ايام هيبقى له سنتين بالزبط مع المنتخب. هاي. قدر يعمل توليفة جميلة جدا وقدر يحقق المطلوب منه. يعني ميكالي خاض حتى الان. آآ تصفيات مؤهلة الكأس الام الافريقية. لعيبة امام ايس واتيني وامام زنبيا. وقدر يعبر ده بنجاح. ثم كأس الامم الافريقية تحت تاتة وعشرين سنة. وقدر ان يوصل آآ لمباراة نهائية. وواجه المغرب آآ تقريبا كانت صاحبة الارض. و وكان فايز كمان يعني هو خسر بعد كمان حالة طارد. هدف محمود صابر التاريخي. وبعده طارد محمود صابر خلص الحكاية. هو للأسف ده هو اللي خلص الحكاية. لكن لما نيجي نبص على يعني على اللي قدمه ميكالي. لا تستبشي الخير بالراجل ده. يعني ميكالي. حتى الان هو فايز باتنين وستين في المية من عدد المباريات اللي لعبها لغاية دلوقتي مع المنتخب مص. بخلاف ان قدر يعمل آآ توليفة آآ دفاعية هجومية ممتازة. يعني هو اللي عب اربعة وعشرين مباراة. هم. نسجل اربعة وثانتين هدف يمكن ده مش ريكورد ده عالي قوي. لكن بص برضو هتلاقي ان اللي دخل في آآ في مرمى الفريق حتى الان اربعتاشر. اربعة وعشرين مباراة ده آآ او دي آآ آآ عدد كافي للاستعداد الاولمبيات ولا مكنش عدد كافي. في خلال سنتين لا اهو عدد كويس. عدد كافي. احنا بيتكلم في سنتين فقط لغير. هيلا. هيلا. اهلا. انيني انيني وازيزو موجودين في قائمة منتخبنا الوطني والامي وانشاء الله نقول عليهم كثير الكثير مع زملائهم الشباب انهما يعملوا حاجة بإذن الله في الاولمبيات. رأي كيف مشاركة زيزو وانيني? لا مشاركة زيزو وانيني اكيد اضافة اضافة كبيرة يعني بنتكلم في زيزو اضافة كبيرة للخط الامامي للمنتخب بنتكلم في محمد النيني اضافة كبيرة جدا بخبراته الدولية والفنية للمنتخب اللونبي وبمناسبة يعني بالناسبة محمد النيني فمحمد النيني هو كمان مقبل على الرقم يعني تاريخي ان شاء الله اذا ما صعدنا للدور التالي وشارك محمد النيني في اربع مباريات هيتساوى مع كل من محمد بدوي اللي لعب بطولة ستين وبطولة اربع وستين ومع احمد حجازي اللعب الفين واثناشر والفين واحد وعشرين ودول اكتر اتنين لعيبة في تاريخ مصر الولومبي لعب وعدد مباريات برصيد تمن مباريات فانيني لو لعب اربع مباريات هيتساوى مع رقم دوي برقم تاريخي لمحمد النيني بالضبط ويمكن كمان يكسره ويمكن ربنا يكرم ان شاء الله يوصل لقبل النهائي ويكسره كمان ان شاء الله بإذن الله